تفقد الفريق أول عبد المجيد سقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربية منظومة التدريب القتالي لأحد تشكيلات الجيش الثاني الميدانية أكد الفريق أول عبد المجيد سقر حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التطوير الدائم لخطط وبرامج التدريب القتالية وفقا لأسس علمية مدروسة تسهم في الارتقاء بمنظومة إعداد وتأهيل الفرد المقاتل الذي يعد الثروة الحقيقية للقوات المسلحة وركيزتها الأساسية في الدفاع والوطن وصون مقدساته تفقد الفريق أول عبد المجيد سقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي منظمة التدريب القتالي لأحد تشكيلات الجيش الثاني الميداني وذلك للاطمئنان على سير العملية التدريبية للمقاتلين والذي يأتي في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة الميدانية لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة وقام بالمرور على ميادين التدريب التخصصية المختلفة وناقش عدداً من المقاتلين في أساليب تنفيذهم لمهامهم وفقاً لتقصصاتهم المختلفة مشيداً بما شاهده من مستوى راقب التدريب وكفاءة قتالية عالية تمكنهم من تنفيذ مهامهم بكل كفاءة واقتضار وأكد الفريق أول عبد المجيد سقر على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التطوير الدائم لخطط وبرامج التدريب القتالي وفقاً لأسس علمية مدروسة تساهم في الارتقاء بمنظومة إعداد وتأهيل الفرد المقاتل والذي يعد الثروة الحقيقية للقوات المسلحة وركيزتها الأساسية في الدفاع عن الوطن وصون مقدساته كما نقل لهم تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وشدد على ضرورة الاهتمام بالتدريب الجاد والواقعي والمحافظة على الأسلحة والمعدات لتكون القوات المسلحة في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي من أجل حماية أمن مصر في ظل ما تموج به المنطقة من تحديات خلال الفترة القالية القائد العام للقوات المسلحة عددا من مقاتل الجيش الثاني الميداني تناول وجبة الغداء حضر الجولة التفقدية عدد من قادة القوات المسلحة ترجمة نانسي قنقر